تحياتي و اهلا و سهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني انا محمد عوال عبر قناة سيرفي سبورت في اليوتيوب الاكتر تنوعا من حيث اشكال و افكار المحتوى عشان هيك بجولكم تشتركوا فيها حلقة اليوم خففت شوي بعد ما طرحنا 3 حلقات و 4 كانوا ذقال فيهم تفاصيل كثير سقوط دورتموند الشهير 12-0 مع منشل الاتباخ وتفاصيل مفاجئة و صادمة و قصة اسوأ مزحة في تاريخ كرة القدم و قصة مسيرة كاكا و تعطلها في ريال مدريد قصة ثلاثة تفصلنا فيهم بس قلت هاي الحلقة لازم اخفف شوي هخفف فيها شوي لانه تقريبا الاسبوع الجاي كل يوم يعني مباراة فبالتالي بتديش ياكم تزهقوا مني وبنفس الوقت مش حاجة اقولكم والله انه بيتر تشيك اللي بسخوذة لانه انصاب الكل بيعرف هذا حنيجي بشوية تفاصيل بالقصة بشوية اشياء جديدة ربما على البعض عشان تكتمل قصة خوذة بيتر تشيك الحارس العبلاق لتشيكي اللي فايز بالدور الانجليزي اربع مرات فايز بخمسة كأسة احد انجليزي اربعة قفاز ذهبي فايز بدور ابطال اوروبا 2012 وكان جزء اساسي منه وفايز ايضا يلقى بالدور الاوروبي في 2013 يعني السنة التالية حارس مميز تصدياته حاسمة امان لاي فريق بيلعب معاه بتر تشيك اكيد كان يكفيه مستوى ليين شهر لكن زادت من شهرته كثير الخوذة اللي كان عم بيلبسها لمستوى عندما كان نشط في كرة القلم مع تشيكي او مع رسنان كانت واحدة من اكثر كلمات البحث عنه بعد اسمه اللي هي بتر تشيكي من دون خوذة خلونا نرجع شوي لورا موسم 2006-2007 التاريخ 14 اكتوبر 2006 الجولة ثمانية البطولة بريمير ليغ تشيكي بحضة على ريدنج المباراة ما لحاجة تبلش كرة عالية بتضيع بين اللاعبين ما حدا بسيطر عليها بتروح لمنطقة الجزاء فبيطلع الحارس هي كرة 100% في لعب عمين دفع من بعيد ستيفن هاند ايرلندي بيلعب وسط شمال بفريق ريدنج اللي كان عم بيلعب في تركان مباراة بـ 4-4-2 عم بيدخل مستحيل يلحق الكرة وبيدخل بركبته وبتهور وبعنف بتيجي ركبته مباشرة في رأس بيتر ريتشان بدخل العلاج 4-5 دقائق الحارس فاقد وعي وما في مجال لعلاج وفي الملعب لابد من نقله بشكل عاجل للمستشفى خرج ودخل بدل منه الحارس الإيطالي كودتشيني والغريب جدا انه هذا الحارس ايضا انصاب في ذلك اللقاء واضطر لتشيلسي يضع جون تيري حارس باخر اللحظات حتى فاز بذلك اللقاء اللقاء اللي دخلوا ريدنج يا قاتل يا مقتول فقتل حارسين وقتل نفسه لانه الهدف اللي جاء في مرمى ريدنج كان هدف عكسي جاءت الاخبار مباشرة بعد ساعات الناس انه على الاغلب ممكن يعني يرجع او ما يرجع كرة القدم ولو حيرجع فاكيد مش في موسم 2006 و2007 مورينيو خرج على طوله وقال تدخل هند يستحق وصف العار من واضح جدا انه لما دخل عم بيحاول يأذي ما بقول انه كان عم بيحاول يرسلوا للمستشفى بإصابة خطيرة زي هاي بس كان عم بيحاول يأذي بشكل من الأشكال مورينيو كمل قال انسوني انا وانسوا اللاعبين ذكروا اهله امه مرته ولاده لما يسمعوا انه ابوهم رعى المستشفى وعنده اصابة بالجمجمة انه هدول الناس اللي قلق عليهم قبل اي شيء اخر فريق طبي عم بيجتمع وعم بيشوف حالة بترتشك وعم بيقرر الاتي لابد من عملية في المخ لهذا الحارس مش عشان بس ينقذوه عشان يقدر يستعيد توازنه بعد ذلك لانه تآذى بشكل ممكن يهز توازنه ولعب كرة قدم منهم توازن مستحيل يكمل مسيرته زي ما منعرف طبيب خرج بتصريح شهير لقد تعرض بيترتشك لاصابة تشبه تعرض رأس انسان لحد السيارة لقد نجى من الموت تقارير من هون ومن هون واحدة منها بتقول سمك جمجمة بيترتشك هو اقل من السمك الطبيعي في جماجم البشر لذلك هذه الاصابة كانت اخطر على حياته من اي اصابة اخرى الاطباء قالوا له حنعالجك بس عشان ترجع لابد من خوذي واقية في رأسك ومن فضل ما ترجع الان تصبر اكثر تدخل طبي سليم زاد عليه بترتشك ايرادة وتصميم اني لازم ارجع بسرعة وفعليا ثلاث شهور فقط وبترتشك كان عم يدخل مباراة اساسي لتشلسي والغريب انها امام ليفربوت قبل اللقاء سألوه شو بتذكر من تلك اللقطة قالهم ولا اشي في اللحظة اللي انضربت فيها طفقت ذاكرتي بترتشك ايضا كشف انه يوم مباراته مع ليفربول اللي هي كانت في الجولة 24 من البريميرلين ما حكى لأهله انه رايح يلعب الجميع كان بيعتقد انه بلوعب بتدرب وعم بيحاول يستعيد لياقته وانه يوم المباراة حيكون موجود اما كحاضر في المنصة او باحسن الاحوال حيكون دكة وقاعد بيتفرج لانه من يعرف الحراسة الدكة تقريبا ما بيدخلوا الا في الحالات الطارئة جدا اربع دقائق فقط بعد بداية المباراة مع ليفربول ديرك كاوت بيسجل هدف الاول للريتز وبعدها باربعتاشر دقيقة يعني في دقيقة 18 جيرمن بيخلي النتيجة اثنين سفر خسرت شيلسي البعض ملش ممكن بده يقول بترتشك وما بترتشك لكن خرج بترتشك بتصريح جميل جدا حترككم معه تصريح ما معناه ربما انا كلاعب خسرت لكن كإنسان انتصرت بترتشك بعدها اوقف كل تشكيك فيه 810 دقائق على التوالي بدون تلقي اي هدف والوحيد اللي قدر يهز شباكو بعديها ووقف هذه السلسلة النظيفة هو كارلوس تيفيز لما كان يلعب مع وستهام وكانت المباراة يومها فوزة شيلسي 4-1 اداء رهيب لنهاية الموسم من بترتشك ردد فعل رهيبة ردد فعل ممتازة وانتهى الدوري اللي صالح ما يناتج بفارق سكت نقاط فقط والغريب انه هذه الست نقاط هي موعد عودة بترتشك يعني كتير ناس من مصادر تشيلسي طرعوا قالوا لو لا نصاب بترتشك لو ما خسرنا الدوري لانه يوم ما نصاب كان الفرق بيننا وبين الشياطين الحمر زيروا نقاط ما فيش اي فرق وهذا الفرق توسع بغيابه بسألوا بترتشك وعمليه ومخه واشياء مرعبة قالهم في اللحظة اللي بخاف فيها وانا حارس مرمى بخاف اطلع احتك وبخاف اطلع اجيب كرتي اللي بالهوى هي اللحظة اللي حتزل فيها وكلامه صراحة صحيح جدا كلامه جميل جدا ليش الحارس اللي مش شجاع والحارس المتردد حارس عمره ما هيقدر يكون حارس كبير في كرة القدم عمره ما هيقدر يكون حارس يخلي الدفاع يوثق انه وراهم اسد مش حارس مرعوب طيب هذه الخوذة حمته بس هل كانت كويسة تماما في الحقيقة لا بترتشك لما رأى على ارسنا نخرج بتصريحات مهمة وقال هذه الخوذة ربما حمت رأسي لكنها بنفس الوقت اعاقت عندي سمع بعض الاحيان وانا ما كنت اسمع المدافعين وهو جزء اساسي من عملي المدافع والحارس لازم يتواصل مع بعض بشكل كويس وانا ما كنت جادر عم بتواصل مع اللاعبين اللي حاولي بشكل جيد ما كنت عم بسمحهم بشكل جيد لقد اعاقتني ثم خرجت منه تلميحات انه حابب يشلح الخوذة لما كان مع ارسنا لكن الاطباء قالوا له اعقل واهدى وكمل مسيرتك بخير قصة بترتشيك للعلم يعني الخوذة وهذا كلها ما خلت الشركات الراعية تسكت لانه الفلوس اقوى من اي مشاعر انسانية بعض الاحيان زي ما بنعرف بترتشيك كان عبيلعب مع تشيك الرعي انا ذاك اديدس وكان يمثل منتخب لتشيك الرعي انا ذاك شركة بوما لكن لما اجي بيلبس خوذة الخوذة اللي نصحوه فيها الاطباء كانت خوذة فريق رجبي خوذة اللعبة الرجبي ومن اشهر المصنعين فيها شرك اسمها كانتر بيري فلبس خوذتهم ودخل يلعب اللقاء وتفاجأ انه اديدس بوما عبيعترضوا استنى شوي هذا شعار مش شعارنا واحنا رعا رسميين اديدس حلت المشكلة بانها صنعت خوذ عليها شعارها لما يمثل اتشينسي في حين بوما ما ادخلت كثير ومع عقلة الامور نفسها لكن اللي حصل انه بتاريتشك الطر يتدور على خوذ جيدة الاطباء ينصحوا فيها وما عليها علامة تجارية عشان يقدر يظهر فيها مع منتخب بلاده نوصر هنا هاي قصة الجمعة كالعادة تتركوا لايك على الفيديو تشتركوا بالقناة وبتحكوا لي بالتعليقات شو القصة اللي حابين تسمعوا فيها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة